صباح الخير جميعا معكم رياض نشور ان شاء الله اليوم رح نقدم لكم التحليل المقدم من شركة وينزر بروكرز اليوم الخامس من شهر عبريل الرابع عليه لسنة 2012 يوم الخميس وكالعادة بداية نبتدأ بجدول البيانات الاقتصادية لليوم على الساعة 11 ونصف على توقيت خبرص المحلي يعني تقريبا بعد 20 دقيقة على الاقتصاد البريطاني في عنا خبر الانتاج الصناعي القراءة السبقة كانت فاصلة 1% والمتوقع ايضا فاصلة 1% على الساعة الواحدة بعد ظهر على الاقتصاد الاوروبي في عنا الانتاج الصناعي الالماني القراءة السبقة كانت 1.6% والمتوقع بالناقص فاصلة 3% فطبعا هذا الخبر مهم يفضل المتابعة نشوف ماذا سيؤثر على اكبر اقتصاد باوروبا على الساعة 2 على الاقتصاد البريطاني عنا شراء الاصول من البنك المركز البريطاني القراءة السابقة كانت 325 مليار والمتوقع عن نفس الشيء طبعا الخبر هذا هو عبارة عن كمية الاموال التي سيقوم البنك المركزي البريطاني بشراءها لدعم الاقتصاد واضح السيولة في الاسواق وبنفس الساعة ايضا على الساعة 2 على الاقتصاد البريطاني عنا اسعار الفوائد متوقع ابقاء اسعار الفوائد على ما هي عليه طبعا الاقتصاد البريطاني تقريبا شبيه حاليا بالاقتصاد الامريكي تحسن بسيط لا يوجد كثير من المشاكل مثل اوروبا فبالتالي لن نتوقع ان يقوموا بأي تغييرات طبعا يتبعوا المؤتمر الصحفي لكينج رئيس البنك المركزي البريطاني سيتكلم عن وضع الاقتصادي وهناك ايضا المؤتمر الصحفي ساعة 3 ونص بعد الظهور بتوقيت قبرص على الاقتصاد الكندي في عنا ترخيص البناء القراءة السابقة كانت بالناقص 12.3% والمتوقعة 2.6% وايضا على الاقتصاد الكندي عنا معدل بطالة البطالة كانت في شهر الماضي 7.4% والمتوقعة 7.5% زيادة بشي بسيط على الاقتصاد الامريكي في عنا 3.5 جوب لس كليمز او مطالبة العاطلين عن العمل قراءة السابقة كانت 359 الف والمتوقعة 355 الف تحسن بشي بسيط تقريبا ب4000 وظيفة لا يكثر ونهاية على الاقتصاد الكندي على الساعة الخامسة بعد الظهور في عنا مؤشر مدري المشتريات لمعهد اي في لدراسات البسنس القراءة السابقة كانت 66.5% ومتوقعة 65.2% بانخفاض بسيط طبعا هاي الاخبار اللي كانت موجودة مبارح طبعا شهدنا عدم تغير على الفوائد في اوروبا وطبعا كان هناك المؤتمر الصحفي كان بشكل عام يتكلمون عن الوضع الاقتصادي بشكل عام وعن نسبة الديون لم يكن هناك اي كلام جديد بشكل عام ولكن لاحظنا انه من الاخبار المهمة التي حصلت ببارح انه المزاد الاسباني يعني للسندات الاسبانية كان موجود للمزاد مبارح وكان هناك لاحظنا انخفاض او قلة الطلب بشكل كبير على هاي السندات فبالتالي بيعطي مؤشر انه قد لا يستطيع الاسبان ايجاد اموال كافية لسد حاجتهم من الاموال لتغطية السندات المتعثرة ومن جهة اخرى ايضا في حال حاولوا ايجاد حلول تانية لحل مشكلة السندات سيضطروا الى رفع الفوائد فبالتالي قد تصل الى فوائد عالية جدا ولم يستطيعوا يسداد هاي السندات في المستقبل فطبعا بدنا تشوف في الايام المقبلة ماذا سيحصل بالنسبة لهذا الموضوع وما الاخبار التي ستصدر عن هذا الموضوع بالنسبة لأسواق اسيا لاحظنا انخفاض تقريبا فاصلة نص بالمية على الاسهم اليابانية وبالذات مؤشر نيكي القياسي انخفض الى نقطة 9,767 واغلاق عندها كان اقل ب53 نقطة من اغلاق السابق وطبعا نفس المخاوف موجودة صعوبة التمويل في اوروبا اللي هي بالنسبة للمزاد الاسباني ونفس الشي الخبر اللي مازال من قبل البارحة اللي هو مشكلة التحفيز النقدي بالولايات المتحدة يتكلموا انه لن يقوموا باي تحفيز لانه وضع الاقتصاد الحالي تقريبا مقبول ولا يحتاج الى اي تحفيز بشكل عام طبعا هاي الاخبار الموجودة ما زالت يعني نفس فكرة الاخبار تصدر تصريحات جديدة ويقوموا بنفيها ومشكلة الدين الاوروبية ومشكلة التحسن اقتصاد العالمي ككل بشكل عام وطبعا بدنا نشوف ماذا سيكون هناك في المستقبل الاخبار اللي تؤثر على الاسواق اذا نظرنا على التشارت وبداية ننظر الى اليورو نلاحظ انه تقريبا توقف عند نقطة الـ 31.06 تقريبا يعني كنا نتكلم البارح عن نقطة الـ 131.45 او تقريبا اربعين او افهم الـ 131.30 التي هي ادنى سعر في تاريخ 22.3 نلاحظ انه كسرها وانخفضها تقريبا الى مناطق الـ 31 اذا ملاحظين هنا عاد شارت في فترة تاريخ 13.3 وفي تاريخ 15.3 عندما كان اليورو يتراوح عند منطقة الـ 30 كان يصعد الى الـ 31 وينخفض او الـ 31.20 تقريبا ومنها قام بالكسر فبالتالي على ما يبدو هناك اوامر شراء قديمة موجودة ما زالت وادت الى الامساك بالسوخ عند هاي النقطة ايضا مثل ما انتم لاحظين على تشارت الـ 4 ساعات يعني كان اليوم كامل يتراوح خارج نقطة البولينجير باند بهذا الشكل خلونا نكبر للتشارت حتى تكون واضحة يعني الشمعة هاي في ساعة 8 مساء كان خارج والشمعات التي تليها كانت معظم الاغلاقات في الخارج وايضا هي الشمعة الخضرة اللي هي الشمعة صعود ايضا كانت اغلاق في الخارج الشمعة التي تتليها كانت اغلاق في الداخل وكان مؤشر الـ CCI يتراوح تقريبا فوق الناقص 100 فبالتالي اعطانا مؤشر انه توقفت حدة النزول وممكن يكون لاعبين جدد او داخلين شراء على الاسواق ولكن ليس بالضرورة يفضل انه مراقبة ادنى نقاط الـ 31 ووضع اوامر ايقاف تحتها في حال قررنا الشراء طبعا الاهداف بشكل عام هناك نقطة طفيفة عند نقطة الـ 3190 ليست بالنقطة القوية واهم نقطة تقع عند 32.5 و32.75 وهي النقاط التي كسر منها اليورو واكمل انخفاضه الى الاسفل فيفضل مراقبة هاي المناطق في حال كانت اهداف اذا كنا عندنا مراكز شراء بالنسبة للنقاط الدنيا من الاسفل في حال ثبت تحت سعر الـ 31 وانكسر وانخفض الى الاسفل نتوقع انخفاضه الى مناطق الـ 130.40 او حتى الـ 130.10 تقريبا هناك عدة نقاط على هاي المناطق النقطة الاولى 135 الـ 45 والنقطة الثانية لمناطق المية وثلاثين فخلونا نشوف وانتابع ماذا سيحصل بالسوق في حال حصل اغلاق تحت هاي النقطة كسر ممكن انه نكون بالبيع مع هدف تقريبا يبعد ويحدود الـ 40 او 50 نقطة مع عوامر مع عوامر ايقاف طبعا اعلى هاي المناطق بالنسبة ل اللي استليني مقابل الدولار هو تقريبا شبيه باليورو كان ادنى سعر في تاريخ 28.3 مناطق الـ 158.40 قام بكسرها شيء طفيف ولم يكن هناك اي اغلاقات تحتها على الاربع ساعات تقريبا وصل الى 158.30 او 32 ومن ثم عاود ارتفاع تقريبا شبيه باليورو منلاحظ ايضا هناك عدة اغلاقات خارج البولنجر باند مع اغلاق داخل البولنجر باند وكان مؤشر CCI يقع فوق المية بالمية فبالتالي كانت فرصة جيدة للشراء عند اغلاق هي الشمعة مع اوامر ايقاف اسفل هاي المقابل طبعا في حال سعاد ايضا نتوقع انه ان يصعد الى مناطق الـ 159.65 فتقريبا بهدف تقريبا 90 نقطة او 80 نقطة مع اوامر ايقاف تحت الـ 158.30 ممكن انه تكون على العشرينات مثلا في حال طبعا لم يستطع الصعود الى الاعلى فوق مناطق الـ 59.10.15 وابتدع ان اخفاضه الى الاسفل ممكن نقوم بعمليات بيع مع اوامر ايقاف بسيطة فوق الـ 59.10 بهاي المناطق ونتنتظر كسر لهاي المناطق وستكون الاهداف طبعا مناطق الـ 58 كهدف اول والـ 57.70 كهدف ثاني على اساس انه قد ينخفض الى ادنى اسعاره في تاريخ 26.3 او حتى تاريخ 22.3 فتقريبا مثل ما انتوا شايفين هو شبيه بيتشارت اليورو ممكن انه نقوم برسم قناة على الاسفليني الـ الـ من لاحظة تقريبا انه قام بالفعل بكسر هاي القناة من توريخ 159.40 فبالتالي نتوقع انخفاضه اكتر الى الاسفل ويبقى انتجاه الى الاسفل في حال طبعا صعدة فوق مناطق الـ 59.65 نتوقع ارتفاعه اكتر الى الاعلى وعودته لمحاولة كسر مناطق الـ 61 ولكن مشكلة عن متل ما انتم لاحظين مازال الدولار قوي بعد قليل سنقوم بالنظر على مؤشر الدولار ونشوف الحركة بالنسبة الى السويسري كنا نتكلم البارح عن نقاط الـ 91.35 ونقاط الـ 91.75 تقريبا ارتفع الى الـ 91.80 تقريبا هي تقريبا عند نفس هاي النقاط ومن ثم عود انخفاض الى الاسفل حاليا بنا نشوف ماذا سيحصل عند هاي النقطة هل سيقوم بكسرها ام لا في حال كسرها هناك نقطة بسيطة عند مناطق 92 وفي حال كسرها ممكن انه يصعد عند 92.50 والتي هي اهم نقطة على السويسري في حال كسر مناطق الـ 91.70 وقام بعمل اغلاقات فوقها من ناحية اخرى من الاسفل مثل ما انتم شايفين الـ 91.30 حاليا تمسك السوق على المدى القصير وفي حال كسرها نتوقع انخفاضه الى نقطة الـ 90.90 او الـ 90.65 الـ 90.90 هي هي النقطة على سعر في تاريخ تقريبا 29.30 نعم في تاريخ 29.30 فبالتالي قد يكون هذا الهدف في حال قررنا البيع عند هاي المناطق وقام بكسر مناطق الـ 91.30 في حال كنا من محبي الشراء وطبعا على المدى القصير جدا ممكن الشراء عند المناطق هاي ووضع اوامر ايقاف تحت هاي النقاط طبعا اوامر ايقاف بسيطة جدا السبب طبعا انه على المدى القصير صعد في اليومين الماضيين الى مناطق 83 ابتدى بالانخفاض انخفض اول مرة الى مناطق 82 واليوم طبعا بالليل انخفض الى 82 عنده تقريبا مناطق 82 يعني بشكل عام هاي المناطق نقاط جيدة في حال كسرا توقع انخفاضه مرة اخرى الى الـ 81.90 واكمال اتجاهه على المدى المتوسط بهذا الشكل الى الاسفل طبعا هدفنا سيكون مناطق الثمانين ونصف طبعا هناك نقاط بسيطة عن نقاط الـ 81.50 فخلونا نشوف في حال كسر هاي المناطق سيكون الهدف نقاط الثمانين ونصف على المدى المتوسط ممكن ايضا استعمال نقاط فيبوناتشي على المدى المتوسط ومنلاحظ تقريبا نقطة 38% تقع عند الـ 81.10 الـ 50% عند الـ 80.15 فطبعا هاي ستكون الهدف تبعنا في حال قررنا البيع مع وضع اوامر ايقاف عالية مثلا فوق مناطق الثلاثة وثمانين ونصف على المدى المتوسط خلونا ننظر على المؤشر الدولار ونشوف ماذا سيحصل بالنسبة للدولار طبعا على المدى الأسبوعي منلاحظ انه ارتفاع انخفاض بسيط وفي الأسبوع الماضي طبعا يقوم بالارتفاع بشكل كبير حاليا مؤشر الدولار يواجه اول نقاط مقاومة له على مناطق الـ 79.95 او حتى مناطق الـ 80 فممكن نراقب مؤشر الدولار في حال كسر هاي المناطق نتوقع ارتفاع اكثر له وبالتالي انخفاض العملات بشكل اكبر ولكن في حال لم يصعد فوق هاي المناطق ممكن انه نقوم بشراء العملات بسبب توقع انخفاض مؤشر الدولار الى الاسفل من ناحية اخرى من الاسفل نقطة ثانية مهمة يجب النظر اليها نقاط الـ 79.30 والـ 79.10 تقريبا فحاليا يتراوح بين هاي المناطق بدنا نشوف ماذا سيحصل ونتابع مؤشر الدولار وكيف سيؤثر على العملات بشكل عام فحاليا يتراوح مثل ما انتو شايفين بين هادول الخطين خلونا نشوف ونتابع ماذا سيحصل عليه وبالتالي ماذا سيؤثر على باقي العملات طبعا هذا كان التحليل للعملات الرئاسية الاربع اليوم اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى لكم دائما تجارة موفقة اشتركوا في القناة